اشتركوا في القناة نوفمبر الماضي واتيرة الإنجاز بهذا المشروع الذي يمتد على مساحة تفوق 170 ألف متر مربع بواجهة ساحلية بطول 600 متر موزعة على خمسة قسائم إضافة إلى منطقة مخصصة للمرافق الخدمية و425 موقفا عاما للمشروع كما قام سعادة الوزير زايد بن راشد الزياني بزيارة ميدانية أخرى لموقع مشروع الواجهة البحرية لساحة القلالي والواقع على الشارع المؤدي إلى منطقة جزر أمواج بمحافظة المحرق وأجرى خلال الزيارة الاطلاع على مراحل سير العمل في المشروع وما يتم حاليا من عمل على إتمام مرحلة دفاع موقع المشروع بناء الحاجز الصخري للموقع البلغ مساحته 100 ألف متر مربع ويمتد على مسافة 2 كيلو متر وأكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني خلال هتين الزيارتين أن كل من مشروع ساحل خليج البحرين ومشروع الواجهة البحرية لساحة القلالي يندرجاني في إطار تحقيق أهداف المخطط الهيكلي للخطة الاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين للأعوام من 2022 إلى 2026 التي تم إطلاقها مؤخرا من قبل هيئة البحرين للسياحة والمعارض التي تندرج تحت خطة التعافي الاقتصادي منوها سعادته بما سيشكله المشروع من إضافة جديدة لتعزيز السياحة الداخلية في مملكة البحرين إضافة إلى جذب المزيد من الزوار والسياح من خارج مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر